موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم المصاري الصحيح اتكلمنا في الحلقات السابقة عن أهم مصار وأدق مصار في حياة الإنسان وهو المصار الروحاني علاقة الإنسان مع ربه وقلنا أن المصار الروحاني ليه هو أهم مصار وليه كل حلقة بنتكلم عن المصار الروحاني لأن بحب أذكر حضراتكم وذكر نفسي أن عشان الإنسان يصحح مصارات حياته لازم أهم حاجة يبدأ بالمصار الروحاني وتكلمنا بعد كده عن موضوع إيه هو علاقة العقل بالقلب وأيهما اللي بيدي للتاني أردر أو إشارة وقلنا أن القلب هو أهم جزء في جسم الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من قطى الله بقلب سليم القلب هو ده اللي بيدي إشارة للعقل وبعد كده العقل يبدأ يشوف فينفذ ويفكر ويشوف فيبدأ يدي الأردر ده لأي طرف أو لأي حاسة من الحواس وبعد كده بيتم الفعل وتكلمنا عن المصار الأخلاقي الحلقة السابقة وهنكمل النهارده موضوع المصار الأخلاقي السلوك قلنا أن السلوك هي دية الشيء اللي بيأثر على الفعل إزاي السلوك ده بيتكون عند الإنسان السلوك ليه حوالي تقريبا ست حاجات هم دول اللي بيأثروا في الإنسان اللي بيعملوا عنده المعتقد أول حاجة بتعمل عند الإنسان معتقدات اللي بيتم بعدها أن الإنسان بيبدأ يتصرف تصرفات تلقائية من تلقاء نفسه هو الأهل أو اللي قائمين على تربيته مش شرط الأهل لأن طبعا زي محضراتكم عارفين في بعض الناس في دول الخليج مش هنعمم الموضوع ولكن الموضوع ده مشتهر في الخليج أن تبصت لاقي أن الناس اللي بيربوا الطفل هنود أو أي أن كان ما احترمنا للجميع ولكن الأهل بيبقوا متغيبين تماما بل همش أي دور تبصت لاقي أن الخادمة هي اللي بترب الطفل وهي القائمة على جميع أعماله والأم أو الأهل مجرد اسم فقط تعارفين إيه نتيجة الموضوع ده نتيجة الموضوع ده أنه بتبص تلاقي على سبيل المثال طفل عاش حياته كلها اللي بيردعه واللي بيلبسه بيكون ولائه الأول للخدامة دي قبل أهله ويجي مع الوقت تبص تلاقي الطفل ده مثلا كبر وحد من أهله توفاه الله مات تبص تلاقي مفيش أي مشاعر نهائيا آه بيبقى فيه نوع من الحزن لمجرد ساعات وبعد كده تفاجأ اتلاقي التلفزيونات شغالة وولايم وعزايم ومفيش مشكلة خالص واللي راح ده راح عادي خالص ليه مفيش فنرجع لموضوعنا من الشرط ان اللي يبقى بيأثر في معتقدات الطفل الأهل ممكن يكون التربية حسب بقى اللي بيربي يعني احنا قلنا في الحلقة السابقة لو اتنين توقم واحد تربى مثلا في دولة أجنبية أول ما تولد ودنا دولة أجنبية والتاني فضل مع أهله هتبص تلاقي ان اللي اتنين ليهم تصرفات مختلفة خالص وطباع مختلفة خالص ولغة مختلفة خالص كل حاجة مختلفة لانه اكتسب كل المعلومات دي من البيئة المحيطة بيه طبعا البيئة المحيطة دي كتير احنا هنبدأها أول حاجة بالأهل أو الناس القائمين على تربية هذا الطفل هنبدأ ان احنا نخرج النهاردة بره الدايرة ديت ونتكلم عن الأقارب هل ليهم تأثير طبعا لان الطفل في الفترة ديت بيبدأ يبص لأي حد محيط به أي شيء محيط به هو بيبدأ يكتسب منه خبرات ومعلومات وبتبدأ الحاجات دي تترجم عنده لغاية لما تعمل عنده مرة واثنين وتلاتة بتكون عنده معتقد أي أن كان من قطر ما بيبص الحاجة معينة شافها مرة واثنين وتلاتة خلاص حفظها اتكونت عنده معتقد ذاتي شم حاجة مرة واثنين وهكذا فنبدأ ان احنا نشوف هل الأكارب ليهم تأثير طبعا بيكون ليهم تأثير نخرج برا الدايرة شوية نبص نلاقي البيئة المحيطة البيئة الخارجية اللي هو الشارع الجران المنطقة الحي الكلام ده خطير جدا ليه؟ لأن طبعا بنبص نفاجأ نلاقي الطفل فجأة بيقول لفظ بزيء على سبيل المثال جابوا منين الأسرة محترمة جدا فاش حد بيقول أي ألفاظ من ديت ولكن تفاجأ بالصاعقة أن الطفل بدأ يقول ألفاظ وحشة جابها منين؟ ما اخترعهاش جابها من البيئة من البيئة المحيطة من الشارع من الحي سمعها لقاطها عايز يتعلم هو عمال يمتص ما احنا عايزين نعرف إزاي نصحح مصارات حياتنا كلمنا عن المصار الروحاني قلنا ده أهم مصار خلاص ده لازم نصححه قبل أي حاجة خالص بعد كده هنبدأ نشوف ليه ليه حياتنا بقت عاملة كده يعني عايزين نصحح فعلا مفاهيم كتيرة جدا عندنا وسلكنا فهنبدأ أن احنا نقول البيئة دي اكتسب منها مثلا حاجات حسنة وحاجات سيئة على سبيل المثال نوسع الدايرة شوية نبص نلاقي الصحاب بقى اللي هم موجدين من الجيران دول أو لما يوصل بقى مرحلة الكيجي أو الحضانة أو كده يعني يبدأ يسمع إذا مثلا طفل جاي من بيئة معينة يبدأ يكتسب منه والطفل الآخر بيكتسب منه برضه تبادل معلومات ما بينهم يبدأ الطفل أفاكو تتوسع يبدأ إن هو يعرف حاجات من هنا وحاجات من هنا وقلنا إيه هو تأثير ده كله على الإنسان وهنعرف إزاي بقى الإنسان لما بينضج بيبدأ يفكر إيه هي المنهجية التفكير اللي عنده دي اتكونت إزاي يبقى الأهل بعد كده الأقارب بعد الأقارب الجرام المنطقة الحي الشارع الأصدقاء اللي موجدين في الحي الأصدقاء اللي موجدين في المدرسة أو في الحضانة أو ده كله بعد كده بقى المدرس والمدرسة بيبدأ يشوف ده بالنسبة له كدوة وعلى فكرة الموضوع ده يعني كنا بنتكلم من فترة في موضوع في أحد المؤتمرات عن موضوع التعليم فسألت أحد القائمين على هذا العمل في وزارة التربية والتعليم وسألته أستاذ فاضل قلت له يعني منظومة التعليم لو عايز تبدأ فيها تبدأ بالمنهج ولا تبدأ بالمتلقي ولا تبدأ بالمدرس ولا تبدأ يعني عايزين نعرف المشكلة دي فقال لي أخطر حاجة في منظومة التعليم عايزين نبدأ بيها هو المدرس لذلك كان من فترة قريبة جدا كان في محافظة الشرقية الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام محافظة الشرقية الأسبق كان بصراحة بزل مجهود غير طبيعي في أنه يصحح المنظومة دي وبدأ فعلا بموضوع المدرس لأن موضوع المدرس ده مهم جدا مدرس هو ده يعتبر القدوة وبدأ أنه هو يقول يا جماعة وكان بيحارب الدروس الخصوصية وحصل على سيادة الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام هجوم شرس مع أن الراجل يعني كان شغال ليل ونهار وكان همه الوحيد أنه هو يصحح هو كان قادر يقول أنا مالي ما عادي يعمل زي أي حد ويقبر دماغه ولكن الراجل كان بيجتهد بكل ما أوتي من قوة ولكن للأسف عملوا مظاهرات وعملوا حاجات المدرسين يعني فخلينا نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع المدرس موضوع المدرس ده موضوع مهم جدا إن احنا فعلا محتاجين إن احنا طبعا مش بقول إن كل المدرسين وحشين لا طبعا في مدرسين ممتازين جدا وملتزمين وليهم كل التحية والتقدير ولكن في بعض المدرسين اللي هم قدوة للطالب يقف مع الطالب يديروا سجارة مثلا فين هبت المدرس لو تفتكروا زمان كان المدرس ده اللي هبة جبيرة جدا يعني كان الطالب ممكن يخاف من المدرس أكتر من أبوه وأمه مثلا خلاص احنا افتقدنا الحتة دي خالص طبعا الموضوع ده محتاج مجهود من الجميع مش مجرد ان احنا هنلكلهم على التعليم او وزارة التعليم او الدولة او كه لا ان الله لا يغير ما بيقوم حتى يغيره ما بأنفسهم كل واحد في المنظومة دي المفروض يتقي ربنا ويبدأ بنفسه خصوصا موضوع الدروس الخصوصية لان فعلا الناس تعبد بجد يعني تبص تلاقي مدرس بياخد في في الشهر المحصلة بتاعته خمسمية الف جنيه والله العظيم توصل خمسمية الف جنيه اقسم بالله في بعض الاهالي بتعمل قروض عشان تدعي لها دروس ده حرام ولا حلال ده الدولة ليه هزم فيها في ايه يعني انا ما بطبلش للدولة ولا بهلل انا بتكلم كلام واقعي انا مش هدخل دلوقتي في جدال وسجال ووزارة التربية والتعليم لا طبعا انا بتكلم على موضوع مهم موضوع المدرس لان ده ليه تأثير سلبي كبير جدا في حياتنا ما هو ده اللي بيعد الطالب الطالب ده اللي هو بكرة ببقى ايه ببقى حاجة في الدولة مين اللي قعده الاهل الجيران المدرس ليه عامل التعليم فالمفروض ان احنا بجد كل واحد فينا يبدأ بنفسه ان الله لا يغير ما بكوم حتى يغيره ما بأنفسه بعد كده هنتكلم عن موضوع يعني غاية في الاهمية وهو الاعلام هل الاعلام ليه تأثير في حياتنا تأثير على شخصياتنا تأثير على اطفالنا طبعا وده يعتبر من اخطر المؤسرات على الانسان لان لما نبص نلاقي يعني بدون ذكر اسماء في احدى القنوات الفضائية من كام يوم تقريبا نبص نلاقي قمة الاسفاف نلاقي وحدة مزيعة بدون ما نذكر اسماء جاب مشعوز او دجال دجال علنا على التلفزيون للناس الاعلام اللي هو المسؤول عن تكوين الثقافة عند الناس تغيير ثقافتهم الفكر هو ده الاعلام مش ننشر غسلنا المعرفش ايه ونتكلم كلام فاضي ملوش اي لازمة ويبقى اعتمادنا كله في الاعلام طبعا مش بقولي كل البعض على المواضيع من الاكبر هاشتاج واكبر ما عرفش ايه على الانترنت وابدأ اعمل عنه حلقة فين المحتوى مفيش محتوى يعني المتلقي استفادة مفيش مفيش اي استفادة خالص ونبص نلاقي واحدة من المزيعات في احدى القنوات جايبالي مشعوز دجال وقعد وحضر روح الرئيس الراحل انور السادات وطبعا الرجل الدجال ده او يعني ايا كان بقى مسمياته جاب رسالة حضر روح الرئيس بالبندول حاجة كده في ايديه زي سلسلة وقال اسمعوا الرئيس السادات قال لكم ايه وقال كلام كله هاري طبعا انا بشكر القناة ان هي تصرفت تصرف حسن بجد وقالت لا انا مش هسمح بان حاجة زي كده تحصل وقفت فعلا البرنامج فانا اتمنى من الله ان احنا الاعلام بدوره انه هو يوعي الناس ثقافة الوعي ثقافة الفكر بدل ما اننا عملين نتكلم كلام فاضي ملوش اي لازمة خالص في الاعلام مواضيع يعني لا تغني ولا تسمن من جو يعني انا هستفدي مثلا لما تجيب لي مثلا فستان بشوفه احمر وانت بتشوفه ازرق ولا انا بشوفه انا استفدت عشان خاطر عمل معرفش كم مليون مشاهدة على السوشيال ميديا ابدأ ان انا مش عارف فين المحتوى انا المفروض النهارد عندي مشكلات في المجتمع ابدأ ان انا اساند الدولة انا لو عايز فعلا ان البلد دي تنهب بجد وبحب البلد دي بجد ابدأ اقول والله ازاي ان احنا نعمل ازاي ان احنا نشتغل يلا يا جماعة مش عارف ايه مشكلاتنا وابدأ انتقد ما بقولش ما انتقدش ولكن انتقد نقد ايجابي نقد بناء بجد والله العظيم انا انا فعلا حزين جدا على الواحد بيشوفه طبعا في البعض بيقدم محتوى وفيما مش بقول المعظم ولكن نبص نلاقي حد طالع يحكي حواديت وطالع يتكلم كلام مالوش اي لازم خالص اللي نفكر دا المفروض ان احنا نغير ثقافة الناس نزود عند الناس الوعي بصراحة الموضوع بتاع الاعلام دا ما يكفهوش حلقة ولا حلقتين لان بصراحة المنظومة دي هي ويه موضوع التعليم محتاج حلقات كبيرة جدا يعني لو حبينا ان احنا نستفيد في مجال التعليم او مجال الاعلام دا موضوع كبير جدا فنرجع نأكد على الاهل ونقول لهم حسبوا على كل تصرفاتكم قدام اولادكم الطفل عمال يكتسب منكم كل حاجة انتو بتعملوها لو اجذبتم مش تلوموا نفسكم بعد كده ان الطفل بيجذب ما هتعلم تكذب دا منين اكيد لما يكون في حد جاي بخبط على الباب زي ما قلنا المرة اللي فاتت وانت تقوله مش موجود وهو شايفك موجود لا دا مش مبرر لما حد يرد على التليفون قل له نايم وشايفك صاح وما فيش مشكلة فاحنا نحاسب على تصرفاتنا قدام اولادنا في بعض الاولاد بيطلعوا عصبيين جدا وعندهم مشاكل نفسية كبيرة جدا نيجي نشوف نسأل مثلا يعني البيئة كتعاملة ازاي نلاقي ان البيئة كتمليانة مشاكل كبيرة جدا خناءات ما بين الاب والام وعمالين ليل ونهار عايشين في طبعا الاولاد ما هم شايفين فبيتأثروا يبقى نراعي حتة ان احنا نحافظ على سلوكنا قدام اولادنا ده لو عايزين اولادنا بجد وانا عارف ان الجميع بيتمنى ان اولاده لان ما فيش حد في الكون كله بيتمنى يكون حد افضل منه غير الاب والام فياريت ان احنا نراعي حتة ان احنا نحافظ على سلوكنا واخلاقياتنا قدام اطفالنا تاني حاجة ان احنا ما نعرضهمش مش بقول ان احنا نروح نعيش في حدائق ما عرفش ايه لا طبعا خلاص كل واحد يعني موجود في مكان وخلاص ده قدرنا يعني ما فيش مشكلة خالص ولكن نحاول ان احنا نحافظ على عيال ما نسيبهمش ان هم مثلا لو احنا موجودين في منطقة ما ونحاول ان احنا نوعي الناس بلاش حتى نعرض اولادنا لو كل واحد فينا بدأ بنفسه فالمشكلة تحلت ان الاولاد بتطلع في الشارع دلوقتي ترجع لاهليهم اخر النهار معهم الفاظ فظيعة جدا وسلوك غريبة جدا وهو ده اللي بأثر بأثر على تكوين الانسان بأثر على المعتقدات الذاتية عند الانسان نبدأ نشوف الطفل يعني بصاحب مين ماشي مع مين ما سيبش الموضوع كده مفتوح بنتك ماشي مع مين بتكلم مين صاحبتها اللي هي دي اخلاقياتها اي تابعي وعلى فكرة يعني موضوع الملابس ان احنا نسيب اولادنا وهو ده للأسف الظاهرة اللي بقت الظاهرة مشينة جدا في مجتمعنا ان اللبس كله بقى بصراحة مش هقول البعض لا المعظم بقى اللبس حاجة غريبة جدا طبعا مش بتكلم دلوقتي بتفكير راجعي او ان انا انسان جاي من الكورون الوسطى لا والله ما هو بسبب الموضوع اللبس يقولك لا اللبس مالوش دعوة بحالات التحرش ازاي انا مش فاهم يعني الشاب اللي هو غير مكتدر انا مش ده مش مبرر للتحرش طبعا لا طبعا ولكن انا دلوقتي بحط النار جنب البنزين فما منفعش ان انا ابقى سامح لبنتي مثلا كل راجل في بيته يعني شايف بنته طالعة لبسة لبس غريب جدا وطبعا البنت او الام بتبرر ده بقي ان كل ده بقت موضة لأ طبعا مش موضة فما تزعليش احنا شفنا في بورس عيد من فترة ولد اختصب بنت وقتلها وربنا يكون في عون اهلها منين منين السلوك دي منين ان ابن يقتل ابوه حدثة من فترة قريبة جدا في محافظة الشرقية ولد دخل على ابوه قتله وقتل امه لما عرفت ان هو قتل ابوه مع اين ابوه ده ايه يعني الغريب جدا ان ابوه ده كان راجل فاضل جدا وراجل شيخ وراجل معلم بس للأسف هو حصد اللي زرعه يعني كان بيخطب بين الناس الله يرحمه كان انسان محترم جدا ولكن مهتم مش ببيته وإلا مش كان بيته بقى المحصلة فياريت نخلي بالنا جدا من تصرفات اولادنا وبناتنا خصوصا في اول مراحل العمر لان هي ديت اللي بتعمل عند الانسان معتقدات المعتقد ده اللي هو بتكون جواه ويبدأ الانسان يتصرف التصرف ده كأنه طبيعي فانا لما ابدأ دلوقتي البنت ولا الولد يلبسوا لبس معين او يتكلموا كلام معين او يشوفوا دلوقتي مثلا قدامهم اخلاقيات معينة او سلوك معين يعني ما ماينفعش يبقى منلمش نفسنا بعد كده فاحنا لو عايزين بجد ان احنا نصحح المصار الاخلاقي او السلوك يبقى عندنا زي ما احنا اتكلمنا ست حاجات اول حاجة الاهل الاهل او الناس القائمين على تربية الطفل زي ما اتكلمنا عن موضوع الخليج وان الناس دول نشوف بقى الموضوع ده يبقى عامل معهم ازاي تاني حاجة هو موضوع الاقارب الاقارب لما بيجوا بيتعاملوا مع الطفل بيبدأ دلوقتي لما بيحصل فيه اجتماع او جلسة او عزومة او اي حاجة او اي لقاء ما بينهم بيبدأوا ان هما يتبدلوا الحديث يتبدلوا السلوك يتبدلوا فبيبدأ ان كل واحد بيكتسب من التاني بعد كده الدايرة بتوصع اكتر فبنبدأ ان احنا نشوف الجيران والاصدقاء من الجيران بعد كده بنشوف الاصدقاء في المدرسة بعد الاصدقاء في المدرسة بنبدأ نشوف المعلم واتكلمنا ان المعلم ده موضوع كبير جدا يعني عايزين نشوف موضوع المعلم ده نعمله حاجات تانية خالص ومواضيع بقى ان احنا نشوف منظومة التعليم لان على فكرة لو انصلحت منظومة التعليم انصلح كل حاجة في البلد اي دولة في العالم ربنا بيصلح حالها اول حاجة الامن الامن اهم حاجة وتاني حاجة التعليم يبقى فيها امن تاني حاجة يبقى فيها تعليم اهم من الصحة اهم من اي حاجة اهم من الاقتصاد اهم من اي حاجة ف يبقى موضوع التعليم ده ده موضوع خطير جدا وقلنا ان اهم عنصر في هذه المنظومة هو المعلم لو تفتكروا زمان يعني ما كانش فيه موضوع الدروس الخصوصية بالشكل ده وكان بيطلع من عندنا علماء وعظماء وطلع من عندنا ناس خدت جوائز نوبل وما كانوش بياخدوا دروس بالشكل ده دلوقتي فيه دروس في المادة الواحدة اكتر من درس حاجة غريبة جدا فنشوف فنشوف موضوع المعلم وموضوع الدروس ليه المعلم ايقولك التلميذ ما بيحضرش يعني المعلم بقى حجته ان التلميذ ما انت ما بتشرحش هو انت بتروح المدرسة اصلا انا طبعا ما بهاجمش كل المعلمين فيه معلمين غاية في الاحترام وغاية في الاخلاق وغاية في الضمير وبعد كده خالص موضوع الاعلام والاسفاف للأسف الاسفاف اللي موجود في بعض مش هقول في المعظم لان طبعا فيه عندنا الحمد لله يعني فيه بعض الاعلاميين الناس محترمين جدا وناس كويسين ولكن انا بتكلم دلوقتي عن الحاجات اللي احنا بنبص نلاقي ما بنستفدش منها اي حاجة خالص وقائمة على الاسفاف فقط مفيش اي محتوى ولا في اي حاجة هنبدأ بعد كده ان شاء الله ان احنا يعني احنا حاولنا ان احنا نتكلم سريعا عن موضوع السلوك بعد كده لسه قدامنا طبعا المشوار لسه هنتكلم بقى عن الضمير ومفهوم الطباع عند الناس موضوع التكوين الذاتي بالتفصيل في الحلقات اللي جاية ان شاء الله ولكن كان مهم جدا ان احنا نفكر الناس ونفكر حضراتكم وانا قابلكم طبعا ان اهم مصار في حياة الانسان عشان ينجح في حياته هو المصار الروحاني وده دايما اللي هنبدأ به واحتمال نقتم به كمان كل حلقة لان هو ده اهم مصار في حياة الانسان ونشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة